أضحت طائرات المسيرة الرقم الصعب في نزاعة المسلحة حديثاً، فلا معركة مما شاهدناها خلت من هذا السلاح. من اليمن إلى سوريا، ثم أرمينيا وأذربيجان، وصولاً إلى أوكرانيا. برز دور الدرونز في الحرب الأوكرانية لاستخدامها في الاستطلاع والاستهداف، كما كشفت وفق خبراء عن نقطة ضعف لدى الجيش الروسي بالنسبة لهذه الطائرات. وشكل دخول عدد من الطائرات المسيرة التركية إلى جانب الترف الأوكراني تحولاً مهماً بمسار الحرب خلال أشهرها الأولى، فيما رسم الطائرات شاهد 35 الإيرانية الأسبوع الماضية وفق الاتهامة كييف واقعاً جديداً لمصلحة الروس. واستهامات غربية لطهران بتزويد روسيا بهذه الطائرات الانتحارية، فيما تنفي إيران ذلك بشدة. في السياق أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن الدرونز الانتحارية ستصبح عنصراً أساسياً في النزاعات المسلحة الحديثة. ووفق الصحيفة، فإنه يمكن التصدي للطائرات المسيرة بثلاث تكتيكات ووسائل مختلفة، التتبع كييف باستراتيجية تقوم على جهات فاعلة على الأرض وفي الجو تعمل بشكل وثيق معاً لمدة 24 ساعة، بالإضافة إلى استخدام طائرات مقاتلة تقوم بدوريات على مدار الساعة. واعتماد صواريخ أرضية مضادة للطائرات ناهيك عن فرق من الجنود المسلحين بالبنادق الآلية. ويعود تاريخ استخدام الطائرات بدون طيار للحرب العالمية الثانية عندما استخدم الجيش الألماني صواريخ V1 في بريطانيا. ويمكن تحييدها وفق خبراء عسكريين بالربط بين منظومات الردارات المتخصصة في اكتشاف هذه الأهداف قليلة السرعة ومنظومات التشويش والإعاقة الإلكترونية. ثم منظومات الصواريخ قصيرة المدى ناهيك عن أسلحة الرشاشات الأرضية بالإضافة إلى دوريات قتالية من المقاتلات الجوية حال الدفاع عن الأهداف الاستراتيجية عالية القيمة.